خمسة وتلاتين مترا كان خمسة تلاتين يارضة واحد تلاتين مترا كريم عنديش مشكلة كورة لفكرة كورة قوي جدا راحة في التمانية مفاجأة مفاجأة وممكن تخش كل ده مقبول اعمل محاولة بس اعمل تراي مفيش تراي مفيش ريفليكس وانا بفرج على المباركة في حد من اصدقاء عيد جنبي بقول انا كنت عايز الشناو بس يدحك علي ويعمل يدو كده يعني تخش برضه يا كريم بقولك بس هو وقف خمسة وتلاتين يارضة الحارس وقف في دلواقف نفس الوقف اللي وقفها دي هو ما عملش حاجة هو عمل حاجة واحدة هو راح محرك رقابته زي ما انا ببص على كده على الاسكريم هو راح محرك رقابته وبس اصلاوة بتخش في المقص ما مديش ايده عليه ما عمدش مشكلة انا تدخل والله ما عندي مشكلة قوية جدا ورح في المقص وفي كورة بتخش عالميا من اماكن دا عادي وحراس كبار والكورة معمولة نموزا لكن في النهاية انت فيش تراي دا بيقولك الرفلة فيدهية الرفلة عنده في مشكلة الرفلة بطيء مش بشكل عام اه في الكورة دي أنا بكلم في الكورة دي دا بقعليك أنا بس بوضح انه انتقاد الشيناوي عشان بقى امين يعني طبعا انا بكلم علا نموزا انتقاد حالة مباراة وحالة عامة بقى لها كم مباراة بس الشيناوي يبقى حارس كبير أنا بوضح لستادة المشاهدين عشان محدش يحس انه ايه مش هو قد شينيوه جمالكو تدور عليه حارس مرمى مصر الأول وهو حارس مصر الأول بالزبط كده ده بالعكس الانتقاد هنا علشان محمد شينيوه عنده نهاية الشهرة ده مطش في رمضان مطش مع المنتخب مصر في ملاوي عصرا فواضح إن محمد شينيوه عنده مشكلة في اللعبة عصرا هو نفسه يقعد على نفسه يشوف ايه المشكلة لازم يعود مع نفسه يقعد مع مشيل يانكن أو يعود مع الناس في جهاز منتخب بصر يعرف ايه المشكلة تأثر حالة الشينيوه الأخيرة أنا بالنسبة لي علامة استفهام لأنه لما أي حارس في العالم نوير أي حارس في العالم بيغلط وإي حارس في العالم من ده غلطات لكن لما الواتيرة بتزيد شوية لازم بيقى فيها علامة استفهام مع المدرب ومع الحارس باليوم في المياه فلما أفكر يا كريمي لوقفها ريه لأ أزمة كبيرة بالنسبة لي ولازم الشينيوه يشوفها تاني كرة صعبة لكن إن انت ما عملتش حتى تراي ما مدتش إيدك في الكرة ما تحركتش بريجليك أو أفضل على لحظة السبات دي لفتر روح للحالة اللي بعد يا